الموت مصيبة من حيث أن الجميع سيصابون به لكنه خير في جميع الأحوال فالإنسان الطيب يستريح من متاعب الدنيا أما الآخر فيستريح منه أهل الدنيا فالموت راحة وخير في جميع الأحوال وهناك أحلام تشير إلى اقتراب الموت والنصيحة لمن رأى شيئا من هذه الأحلام أن لا يحزن أو يكتئب لأنه لن يغير شيئا بهذا ولكن يجب عليه أن يسارع في إصلاح نفسه وأهم ما يبدأ به هو رد المظالم واسترضاء من أساء إليهم وإليكم الأحلام التي تدل على اقتراب الموت من الأحلام التي تدل على اقتراب الموت أن يأتي إليك شخص ميت ويأخذك إلى مكان مجهول لم تذهب إليه من قبل لأن مرافقة الميت تعني الموت ولأن حياة القبر مجهولة بالنسبة لمن هو على قيد الحياة وتتأكد هذه الرؤية إذا أعطاك الميت قطنا لأن القطن يستعمل عند تكفين الموت وتتأكد الرؤية كذلك إذا رأيت الميت يشير إلى شيء يدل على الوقت كالشمس أو القمر أو ساعة اليد فيكون معنى ذلك أن الأجل قد اقترب ومن الرؤى التي تؤكد اقتراب الموت أن يرى الإنسان في المنام شخصا ميتا يقول له أنا في انتظارك ولأن الميت في دار الحق ولا يمكن أن تمثق روحه بروحك أثناء نومك إلا بإذن الله يجب أن يحسب لهذه الرؤية كل حساب ومن الأحلام التي تدل على قرب الوفاة أن يرى المريض أنه في مكان واسع ثم بدأ المكان يضيق عليه شيئا فشيئا ومعنى ذلك أنه لن يبسط له في عمره وقد اقترب قبض روحه إلى باريها ومن الرؤى التي تدل على قرب الوفاة أن يرى الإنسان في نومه أنه نائم وعاجز عن القيام من نومه لأن النوم هو الموت الصغرى ولأن الميت لا يمكنه القيام قبل يوم القيامة الذي سمي بذلك لقيام الناس فيه بين يدي ربهم ومن الأحلام التي تدل على نهاية العمر أن يرى النائم نفسه نائما على الأرض في بيت ضيق من الطين لأن هذا هو وصف القبر ولأن أهل القبور لا ينامون على الأسرة بل يفترشون الطراب ومن الأحلام التي تدل على دنو الأجل أن يرى الإنسان في المنام أن بيته قد هدم ومعنى ذلك أنه لم يعد بحاجة لمسكن في الدنيا لأنه لم يعد من أهلها ومثل ذلك إذا رأى أنه يبحث عن بيته فلا يجده أو حيل بينه وبين بيته أما إذا هدم سقف البيت في الرؤية فمعناه موت الأب لأنه يحمي أهل بيته كحماية السقف لما هو تحته ولأن السقف أعلى شيء في البيت وكذلك حال الأبي لأنه راعي بيته وانقيم عليه أما من رأى أن صديقه قد مات في الرؤية فسيموت هو لأن صديق الإنسان بمثابة نفسه ومن الرؤى التي تدل على الموت أن يرى الإنسان أنه رجع إلى بطن أمه لأن الأرض هي أمنا التي منها خلقنا ولا مفر من عودتنا إليها ومن الرؤى التي تدل على الموت القريب وحسن الخاتمة لمن كان مريضا أن يرى في المنام أنه أصبح عريسا فمعناه أن موته سيكون سبب سعادته بتخلصه من آلام مرضه وأن روحه ستزفغ الملائكة إلى السماء ومن الأحلام التي تدل على موت شخص هي قراءة الفاتحة عليه لأن الناس اعتادوا على قراءة الفاتحة وإهداء سوابها للموت عند زيارة قبورهم أو عند تذكرهم ومن الرؤى التي تدل على الموت أن يرى الإنسان أن أحد الموت مات مرة ثانية فتدل هذه الرؤية على موت أحد أقرباء ذلك الميت لأن الآل في توادهم كأنهم شخص واحد إذا مات أحدهم كاد الباقون أن يموتوا حزنا عليه ومن الأحلام التي تدل على قرب الوفاة أن يرى الإنسان في المنام أن عينه قد فقعت أو فسدت بأي طريقة لأن الموت يحدث لهم ذلك وكذلك قطع اليد اليمنى أو عدم الشعور بها وكأنها غير موجودة هي من الرؤى التي تدل على الوفاة لأن الميت لم يعد بحاجة لهذه اليد بعد أن كان لا يستغني عنها في الدنيا ومن الرؤى التي تدل على موت الزوج أن ترى الزوجة جملا يموت في بيتها لأن الزوج مثل الجمل في الصبر والتحمل من أجل أهل بيته ومنها رؤية أنك غير موجود أو أن الناس من حولك لا يشعرون بوجودك بينهم فهي دليل على اقتراب الأجل ومن الرؤى التي تدل على اقتراب الأجل رؤية السوس يأكل في العصى التي يتكه عليها الإنسان لأن بقاءنا في الدنيا يعتمد على المدة التي قدرها الله لنا فإذا انقطعت المدة التي كتبها الله لنا انتهى عمرنا أصدقاءنا الكرام نحن في خدمتكم لتفسير أحلامكم تفسيرا علميا سقط اكتب لنا في التعليقات وانتظر الرد في نفس اليوم ودمتم بكل خير ترجمة نانسي قنقر